رجع تاني الاسم من الاسماء الكبيرة اللي حضرتك ذكرتها واشتغلت في اعمالك الفنانة نجلاء فتحي تقول لها ايه الفنانة نجلاء فتحي خسرتها السينما خسارة كبيرة وخسرها التلفزيون كمان يعني كن احنا بالنسبة للدراما التلفزيونية محتاجين للنموذج بتاع نجلاء فتحي تب ايه اللي يمنع ان هي يعني نستفيد بيها في التلفزيون على الاقل حاليا في الدراما التلفزيونية هي رفضة هي رفضة انها تعود وعرضنا عليها يعني عرضنا عليها يعني بشدة يعني وبعدين هي صديقة برضو وقالت لي لا مش خلاص يعني شيء للموضوع ده بس انا قلبي حاسس انها هانت خلاص زي مثلا نادر في زمان احنا انا مش منفعلة مثلا دايب اه مش منفعلة يعني خلاص خلاص وده نوع من الاحترام للنفس والاحترام للذات احترام للفن للفن كمان اه لان فيه تبص تلاقي اللي انتهى فنيا ومو سره برضو انه يواصل فبيسقط فبيفضل بكأنه بيهدم تاريخه بالزبط المهم البني ادم يعرف امتى اه يوقف النمازج موجودة الحقيقة اللي حضرتك بتذكرها دي للأسف اه اه موجودة كتير دلوقتي والناس زكائها على طول بيكشف هذا النوع بلا شك يعني واحدة زي الممثلة العظيمة العالمية جريتا جاربو في قمتها في قمتها وفي جمالها وكله قالت استاذ خلاص اه خلاص وعندنا نموذج هايل قوي قوي ليلة مراد طبعا طبعا ويعني ما زالت ليلة مراد يعني في ذاكرتنا بصورتها بالصورة الجميلة والصوت الجميل صحيح نعم